اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك بالأساس وجوه اللي تربت بواحد شكل اللي هو معتمد على الواجب المهني الاستقامة في طرح المقاربات المختلفة الجرقة لكن كذلك احترام الاخلاقيات وضرورة الامتتال على المسؤولين. اولا الشكر الجزيل لبيت الصحفة على هذه الدعوة وهو شرف كبير بالنسبة الي ان استجيب لهذه الدعوة لافتتاح الموسم كما قلتم الموسم الاعلامي بالنسبة لهذه التجربة الرائدة التي هي التجربة الفريدة من نوعها اليوم كبيت للصحفة لان كان هناك بيت للصحفة بالرباط ولم يعد موجود. من ذلك وانا ارى كل هذه الوجوه ومنها اصدقاء كتر اشعر بسعادة كبيرة ان استجيب لهذه الدعوة وان اتناول قضايا اساسية مرتبطة بتطورات كبيرة يعرفها العالم لكن كذلك يعرفها المغرب جراء وباء الكوفيد وانتشار هذا الوباء منذ سنة الان وهناك بالطبع اثار وخيمة لهذا الوباء ولكن هناك كذلك تطلع الى المستقبل من اجل ان يخرج المغرب على احسن حال من هذه التجربة وفي ذلك هناك تحديات سياسية كبيرة ونحن نحضر لمعركة الانتخابات في الشهور القليلة المقبلة وهناك تحديات اقتصاد بطبع بهدف تعميق المصاري الديمقراطي وبلورة الدستور على احسن حال وهناك كذلك تحديات اقتصادية واجتماعية من اجل ان يكون المغرب من اول دول التي سترفع الرأس وستدخل في بناء جديد متجدد بعد الاتار الوخيمة للكورونا وبالطبع الاعلام بدوره انتم كذلك نحن كسياسيون كسياسيين وانتم كاعلاميين جميعنا مساءلون من اجل ان نقوم بدور في دفع بالمصار في جعل ان هذه التجربة تكون حقيقة تجربة تعيد الثقة والمصدقية لمعركة البناء التي نسعى جميعا الى القيام في ذلك اول شيء يريد ان ننبه لها وانجاوها لسؤال كفا الطريقة مسارنا مسارنا عندما اقول مسارنا مسارنا السياسي ومسارنا الاعلام مسار مشترك لا يمكن للإعلام ان يتطور دون ان يكون هناك فضاء سياسي عام مساعد على ذلك سعيد انت تذكر لانه الاجراءات الاعلامية والاصلاحات الاعلامية الأساسية التي تمت في بداية هذه الألفية تم ذلك بعدما كانت عدد من الاصوات ناضلت من اجل ذلك وكانت هناك من دواب خمسة وثنين وخرجت بخلاصات وعدد من البزارع تحملهم سخوليات بما فيهم وعدد من البزارع سيجربان اشعر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا